السلام عليكم طلبة العزاء. سوف نحاول في هذا الفيديو التعرف على الآلية التي كيف نجيب على الأسئلة الامتحانية بصيغات جوجو فون. ويش هون ندخل للصف من خلالها. طبعا احنا كنا مرتاد المفروض ندخل من خلال يعني مالتنا الحساب هذا هو. المفروض انا طبعا كطالب موجود بهذا الصف فهو هنانا فرست اجزامينيشن فهذا بالنسبة لي هو هذا الحل اللي يدزعيلي الأستاذ. نضغط عليه. راح يظهر لي هذا. دي شوفون هذا البلأزرق. هذا الموجود. ها هنا. اوكي. هذا راح نضغط عليه طالبتي العزاء. من نضغط عليه راح ينتقل. ينتقل الى الصفحة المفروضة هيفتحها. هنا لازم ننتبه على شغله. انت اذا ما كنت اذا كنت من التليفون. لازم طبعا اكيد ما عندك مشكلة لكونك انت مسجل الحساب اللي هو حساب الجامعة. انتبه حساب الجامعة لكون انه اكو اوبشن. احنا هنخلي وهذا اكيد. بحيث ما يدخل اي ايميل غريب غير ايميل الجامعة. فبالتالي لازم يكون حساب الجامعة. وننتبه هنا مثل ما دا شوفون. انا هنا نستشخال. هذا المفروض يعني ايميل كتدريسي. فالمفروض انت المفروض يظهر لك ايميالك كطالب اللي هو استاذ اشوفون. اللي هو استاذ بالنسبة اللي دخلت انا من هذا الحساب. هذا هو ايميالي. فالمفروض ظاهر امامك ها هنا. نجي نكتب انسا هذا المطلب الاول اللي دا يريده. انه اكتب مالتك الايميل. حتى تقدر على اساسه تدخل للامتحان. فبالتالي اذا بالبداية لازم اكتب ايميالي حتى اقدر ادخل للامتحان. كتبنا اسا اليميل. هنقول له التالي. من ضغط التالي هنا وهذا ايضا من الابشنات اللي حتكون موجودة. ادخل كلمة السر. هاي كلمة السر راح ننطيها لكم قبل ما يدي الامتحان لكل ما دا قبل خمس او عشر دقائق حسب. فراح ندخل كلمة السر. لنفرض لنفرض انا ما ما اخذ كلمة السر. ودخلت اي كلمة. من اقول له التالي رأس ايش راح تطلع لي. انه هاي الكلمة السر اللي انت دخلتها هاي خطأ. فبالتالي لازم ايش? ادخل كلمة السر الصحيحة. ولازم مثل مدازها الى التدريسي. يعني او لازم ننفسها. اهنان انا كتبت مثل مدازها الي. الاستاذ مالتي. فا اوكي. سماح لي بعملية الدخول. اجه الساعد يبدي ولها الاسم. طبعا اهنان انتبه. يكتب الاسم باللغة العربية. ما يصير انت تجي تكتبيالي مثلا باللغة ثانية وتقولي اوكي ماكو مشكلة. لا انا رايدها باللغة العربية. مادها انجليزي. ومو بس انا يعني بشكل عام. فماهر عزيز عبد الرحمن. اوكي. ولا ما كنت ابناها الفرق. مثلا اه اه تكرير. التكرير. المادة الامتحانية مثلا الحاسوب او الاحصاء ينهي الموجهة للثنين. اوكي. موجهة الاحصاء. ينهي مثل ما قلنا. يعني اله هذا الفيديو موجه الى الاثنين. كانوا الحصاء وجماعات البرمجة. هسا هنانا دخلت شوان كانوا بالورقة الاعتيادية يقولك اجب عن جميع الاسئلة. راح اقول اوكي. التالي. راح تجينا اول اول اسئلة. هاي الاسئلة اللي هو شي يقولك اهنانا. اهنانا صح وخطأ. فمنطيق انت اسئلة. اوكي. طبعا على كل سؤال من بينها تلاث نقاط. فانت مثلا تيد اه بالنسبة للمثال الاول. انت شون شنو الاجابة معتك مثلا هو فولس. هاي بالنسبة الاول. بالنسبة للاختيار الثاني. نفس الحارة من اجي اريد. اقرأ مثلا. انا شنو هنانا عندي. يقولي. يقولي. اهنانا هل هذا الحتي صح لو خطأ حسب ما انت تشوفه. مثلا انا اشوفه انه هذا خطأ. هذا مثلا السؤال. فا اوكي. فانطيه. انطيه خطأ. نجي على المطلب. انا ما اسألت تقولي لهذا الحتي بنتك صح لو خطأ. احنا دان حل بشكل عام. فهنانا مثلا. اوكي. لو هنا نسبة مثلا. نريد الحالة الثالثة. الى اخره. فانت شح يكون. هل هذا الجواب صحيح ام خطأ? فهنانا شح يصير? اوكي. هذا شح يصير. هذا راح يصير. اوكي. هزا احنا جاوبنا بالنسبة للسؤال الاول. اللي هو ايش? اختار الصح والخطأ. اهنانا شح اقول له اوكي. التالي. اهنانا هو شي يقوله complete the following space. يعني املأ فراغات. بس انتبه. اهنانا بعض الفراغات بها يعني انه انا حختار اكثر من خيار من هذاني الموجودات مثلا امامنا. فمثلا بالنسبة للخيار الاول. هو دي يحكي لي على انه الكمبيوتر وسرع مالته. فهنانا انا بالنسبة الي. انا عندي شغل تين بالنسبة للكمبيوترات. هي speed. وايضا ايش عندي. هاي بالنسبة للاختيار الاول. يعني هنانا منطيني two space. فبالتالي اذا انا شح حخلي حخلي خيارات اثنين. نفس الحالة super computer the يعني space and space. type of computer الى اخلي. ايضا دي يحكي عن القوة والسرعة بالنسبة الهاي الحاسبات. فبالتالي مثلا الصح لازم ايضا اختار اختيارات اثنين. فايضا حتكون بالنسبة الي هي عبارة عن اهنانا. وايضا مست powerful. لو ش تقولون بالنسبة لكم اكيد مست powerful. اوكي. جماعة الحصاء مو عبارة لكم كلها فقط جماعة الحاسوب. انتظروا علي شوية. انتوا كلكم لان هي هاي الاسئلة بتيجي حتيجي بشكل عام. جميع المواد تقريبا نفس الصيغة راح تصير. يعني انه راح يطلب من عندك اه خلي نقول احنا اه مالتي شوزيز صح وخطأ اه اه ابلت فايل. فتقيبا كلها حصير نفس الحالة. المهم. بني هنا نفس الحالة. بالنسبة ال اكثر شي بال اه 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 اه, ماسكوه ماين فاكشن اوف تاتش سكرين ازا فالو. بالنسبة هنا شنو عندنا متل عندنا تاتش انهول عندنا دبل كليك. هاي مثلا من الخيارات خلصت اوكي هذا السؤال. شاقدر اقول لك تالي? طبعا اني من الممكن ارجع متل تركت فالشغلة وأود أرجع لها فراح أضغط هنا نباعه أنا أقدر أرجع مثلاً دارت أكد من فالشي خاف أنا غلطت به من خلال الرجوع أيضاً سنكمل نرجع على التالي طبعاً نتبه هنا لأنترنيت أرا كل شيء أثر في حالة لا سمح الله لا سمح الله انطفلت الكهرباء وانت على راوتر وما خلوا بي اس وانتمنى تخلوا نيو بي اس أو تستخدمون مثلاً لثري جي أوكي كأنترنيت للشبكات طلاب لا تسوي رفرش انت ما حسيت انطفلت الكهرباء رأساً لا تسوي رفرش لا ترجع لا تتقدم ابقى بمكانك الآن ترجع الكهرباء لانتا سويت رفرش أو سويت أي حركة رجوع أو تقديم رأساً كل الاشتغل طراح لما راح نحفظ المهم التالي وصلنا هنا للتالي هنا نشي يقول define the following terms معناته هنا راح تجي انت راح تجي تكتب أول واحد مثلاً النظام اللي إذا يحجي عنه طبعاً احنا المثلاً ها جماعة الحصاء فانت راح تضغط احنا طلاب كلمة define يعني يعني فلنفرض انه يعني نكتب من عدنا احنا فقط دي نتعلم هو احد او احدى او احد خلي نسميها صيغ الفريقونسي والتي تأتي من حاصل الى اخره مريت نطول على مود الفيديو على مودكم انتو فريقونسي نفس الحالة هي احدى مثلاً مواضيع الحصائية احدى المواضيع اوكي الاحصائية والتي تهتم ويعني الى اخره هو شنو طبعاً مثل ما قلنا طلاب الـ divine ليش شنين قالي معناته هذا short answer short answer ما ياخده هواية كلمات عشر اخمسطعش كلمة تلحد تقصى ويفضل ما توصل لخمسطعش كلمة لينخاف يقفل عندك نيجي سمتها لينكس هو احدى انظمة التشغيل هو احدى انظمة انظمة التشغيل اوكي الى اخره ولما كميت هقول له ايش التالي جينا هنا على الشغلات المراتبة والحلوة اللي هو هنا نجده يقول لي write a program code only to draw a circle ايش in the picture books بلو هنا نبقى من تقرأ اضافة ملف معناته انت لازم تركي تطلب خط يديك ان كان word او بالword بعدين تاخد له صورة ومن ثم ايش تصعده خلين نقول اليه فانت هذا شون راح تشتغله هذا شون راح تشتغله طبعا اول شي نتركي التليفون مثل ما يقولون افضل تبقى الشاشة مفتوحة بحيث تقول له never لا تقول يعني بحيث ما يساوي sleep تليفون اوكي تبقى على هذا المكان راح انت راسا تكتب بايديك بالورقة راسا ش راح تسوي هسا انت اضافة ملف الاضافة الملف احنا شون هنضيفه طبعا بالبداية لازم ش سوي انا بالبداية لازم اوكي لازم اخذ صورة ناخذ صورة اوكي هذا مثلا لنفروض وهذا لنفروض يعني احنا قلنا احنا فقط نتعلق ناخذ صورة ولما اخذت صورة ارجع وين ارجع للمكان اللي اشتغل به اضغط اهنانه استخدار اختيار ملف من جهازك هاح اضغط انت مين تريد هذا من الكاميرا فراح اضغط لأوكي من الكاميرا مباشرة هو او تاخد صورة بعدين تروح استهنانه ايضا قل لي قل لي أوكي خلص من الكاميرا خلت لي قلت لي أوكي هسا ش راح اقول له تحميل ننتظر شوية حسب طبعا الانترنت مالتك وطبط لهم هذا الشهر تشتركوني بانترنت شوية قوي بشركة بأخير ما يدخل ما راح احجياني باسمال الشركات نفس الحالة في طبعا جماعة الاحصاء مثلا انا اضطيتك مثلا هسا هذا المثال قلت لك اوكي هذا المثال يعني اشترقه بالنسبة لي هذا بعد ما اصطيدي انتو طلبنا جماعة الاحصاء بس راح ندير خلما اضطيكم الاسر راح اجيدي لكم فالمهم فراح اضطيكم هسا هذا ارجع واقلكم حاولوا كل جهدك لا تخلي لا تخلي التليفون يسوي سليب نضغط على ولا ما نكمل كتابه نضغط على اضافة ملف اختار الملف من جهازك رأسا انت حسب طبعا من تكل اوبشينات اذا كانت من فايل حتروح معناتها للصور ان كانت ايضا مباشرة على الكاميرا انا احروح مباشرة على الكاميرا ونفس الحالة حاخد صورة المن للملف اللي انا ما اخذه زين وايضا نسوي لايش طبعا هنا انا اكو لازم اكو اضافة المزيد من الملفات اذا مثلا هو عبارة عن صورتين بس لازم ننتبه على شغلها هل الاستاذ خلى لك امكانية ان ترفع عدد صور اثنين او عشرة او خمسطعش هذا مفروض احنا هنسوي فري ليش لان انا سيجوز اذا هسا اذا انا خالك وحدة من الممكن راح يرفض سنفرض هسا هاي ايضا وراء مكتبنا راح يجوز يرفض انه يصعد ملفات اثنين باوع قاعد محاولة باستخدام عدد عناصر علما ان الحد الاخصال يبلغ واحد من العناصر اذا باوع هنا التدريسي غصبك انه انتبه على هاي الملاحظة ظهرت لك انه هنا التدريسي قل لك لا انا سامح لك بهذا المثال تقليصورة واحدة بس وهذا طبعا احنا هنحاول ما نخلي واحد هنحاول نخلي اكبر قادر ممكن اللي هو ترى لو خمسة لو عشرة فانت يا طالب العزيز حاول عليك كيفك اتنظم اجابتك بورقة واحدة بشكل منظم بشكل يعني احنا على أمودك انت المهم راح اقول لها الغاء بالنسبة لهذا وارجع من جديد ورد ملف واحد فراح يعني انا بالنسبة لي حالك انه ملف واحد انا حبيت بس اشوفكم هاي الحالة خال تظهر عندك شنو معناته معناته انه التدريسي سامح لك ترفع ورقة وحدة فقط هذا المثال خلاص هي ورقة وحدة ترتب حالك وترفع هسا نفس الحالة دي نرفع هسا هذا الملك رفعنا صار هسا احنا تبين الصور الموجودة امامكم اوكي روح نفس الحالة هذا السؤال الثالث هم نفس الحالة انا 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 ايضا شون راح تشتغل والشغلات التعريفية والى اخره كملت الحل كملت الحل طلابي ايضا شا راح تسوي راح تحاول تاخذ صورة راح تحاول تاخذ صورة اوكي لوح نزعون علينا جماعة الاحصاء يقول لك التاشو بس تصور لل يعني جماعة الحاسوب رغم هو ما راح اصور لكم آنف هات شي قصد بالحجاية انه ما انا حصور اسئلة المهم فلي نفرض فلي نفرض هذا الحل احنا ده نطي مثلا امثلة فقط فراح نجي اضط ملف اختيار ملف من الجهاز ايضا الكاميرا طبعا هاي طبعا انا حسب ال مع النظام الاندرويد اللي اذا تشتغل بي او هو نفس الشي حينطيك نفس الخواص انه ان كان نظام اندرويد او ان كان نظام اه يعني اي او اس اوكي هسا نيجي على السؤال الاخير و ها نقول ورا ما تكتب لان هذا اضافة ملف تكتب بالورقة شاح سوي راح تاخد ايضا صورة على السريع راح تقول اوكي ناخد للصورة هنقول تمام هنقول تحميل حاولي طلاب لا تخلون الريزيليوشن ما الكاميرا عالية جدا ولا تخلوا بسيط جدا خلوا فتشي وسط حتى يكون الريزيليوشن مقبول وحلو هسا هذا النوع الثالث من الاسئلة هو ايضا اختيارات بس هذا الاختيارات هو عبارة عن قائمة من سدلة اهنا نقول لك مثلا choose the right meaning the total area under the curve is يعني المساحة هل هي هل جد قيمتها قيمتها ثلاثة لو نصف لو واحد فراح تقول لي واحد اهنا مثلا تجي السؤال الميو شنو معناته ايش كاتب لك is the variance هي عبارة عن ال variance لو هي عبارة عن المين فراح تقول لي لا هي عبارة عن المين اهنا ايضا سؤال الآخر شنو قانونة هل هي ال mb في الكي في ال bk في ال bq مثلا انا اقول لا هي عبارة عن ال b في الكي هقول لي ايش التالي باوع انتبه على اخر السلاد ايش داي يقول لك you are going to send a solution and you cannot come in again اهنا معناته انت راح ترسل الحل وبعد ما مسموح لك انه تدخل وتعدل يعني خاف انت ناسي سؤال انتهى بعد ما راح تقدر تدخل اذا انت بالغلط بعد ما ما يقدر لان الاستاذ بعد ما يسمح لك انه انت تدخل من جديد فبالتالي انتبه طالبة الاعزاء انتبه انتبه اذا دست ارسال انتهى لا بعد ينسمح لك تفوت من جديد لان مثلا كيف طلاب بيقول لك اوكي انا عوشين الاسئلة وارجع من جديد افوت لا حبيبي انتهى هي مرة حتدخل بعد ما راح تقدر تدخل ما عندك ايميل ثاني فما راح مستحيل تقدر تدخل لهم فقط عن طريق ايميلات الجامعة ومن دخلت بايميل ثاني ما راح ينطيها درجة لك لانت حتروح لاليميل الثاني اللي انت دخلت به وبالتالي انت اخسرت كل شي فطلاب انتبهوا على هذا الحاج فلهذا سمنح اقول ارسال ننتظر قلنا حسب سرعة الانترنت ننتظر شوية لان لا تنسوا احنا حملنا ملفات عن الريزليوشن صراحة ما الصور اللي خالج ضدها عالي فبالتالي الارسال بعوه اهنان اه شي يقول لك تم ارسال الرد وتم وضع علامة على الفرض المدرسة على انه تم يعني بعد ما تقدر انت تروح عليه فتح المهمة الدراسية اذا هسا هنقول له اوكي رح ادخل افتحها من جديد خلينا شوف اش راح يقول لك هو اوكي حيفتحها بس بعد انتهت بعد ما تقدر ترجع من جديد وينطيك وايضا طلاب العزاء احنا نقدر ايضا الطريقة ثانية لهموسة اضافة ملف اكو تحميل وهكو ملفات والمحددة في وقت سابق اذا انت كنت محدد ملفات في وقت سابق مثلا هاي الامج الموجودة عندي ممكن اختارها مباشرة او مثلا الملفات اللي انت تقدر تسولها سيرج اذا كانت عندك على كلاس روم او ان كانت مثلا كصوت يعني المهم او كفائل كصور هنا انا بوع عندك صور جوجل عندك سكساس فولي عندك تيج الى اخر يشوف اتا وين موجود هذا الصورة او مباشرة تقول لها تحميل اختيار ملف من جهازك حتقول عندك شغلت ياني الكاميرا وتعلمناها عندنا الفايل بعض الفايل مباشرة طالعها شنو عندي الصور الموجودة بالجهاز مباشرة انا هاي الصورة اللي اخذتها للمادة وقل لها ايش وقل لها تحميل ارجع وقل لكم طلاب انتبهوا على الريزيليوشن ويكبر الصورة لان هذا يأثر على سرعة الانترنيت يعني اصلا هاي الصورة اللي انا ما اخذها يعني خلي نقول واحد واتقلا تو ميجا تو ميجا يعني هواية يعني دا كان انترنيتك بطيء وعدد اسئلة هواية رح يأذيك فطالب حاول يقول جهدك تقلل الريزيليوشن وان شاء الله بالتوفيق